مع الحديث عن انتشار جديد لفيروس كورونا وزيادة بأعداد المصابين السؤال اللي بيدور بين المواطنين هل اللي أخذ اللقاح محمي من أي متحور جديد أم هناك صناعة للقاحات أخرى تواكب المتحورات الجديدة بسؤال كتير منيح لأن الخوف كل ما بيجي موجة جديدة بيصير بيرجع الخوف من جديد اللقاحات اللي انعملوا الهلأ استاذ شاربيل بيعطوا مناعة ضد الجزء الأكبر من هالفيروس إذا هالجزء الأكبر متضمن المنطقة اللي تحولت تصار في عنا متحور بتكون مناعة كاملة بعتقد أن الشركات اللي عم بيصنعوا اللقاح ما بلشوا يتطلعوا إذا لازم يبنوا واحد رابع لأنه الثالث بعتقد بغالبية دول العالم صار في نعم التعب الفرق بين أعداد الجرعات وهل يجب زيادة العدد مع كل متحور وانتشار جديد؟ الفرق بين أول جرعه وتاني جرعه أنه كان غالبية العالم بعد ما لتقوا بالكورونا بتالي حتى لو ما قادرين يعملوا مناعة ضده طبيعياً فكان في حاجة للفاكسين مع الأيام الكوفيد صار عم بدور موجود بيناتنا يعني هلأ إذا نحنا كم شخص قاعدين بغرفة راحنا عملنا بي سي آر يمكن نصنا حامل حامل الفيروس بمناخيره بس ما ما نحس فيه لأنه بما أنه صار موجود وينما كان كل آياتنا صار عندنا نوع من المناعة لهالفيروس اللي عم بيبرم بالمجتمع بالتالي دور الفاكسين عم بيخف يعني أهميته إذا بعضه عم بيبرم بالمجتمع هذا الفيروس وما عم بيقتل حدا نسبياً ما عم بيقتل بالتالي معناتها أنه مناعاتنا الطبيعية سيتموجودة ويمكن ما عد فيه حاجة لجرعه رابعة أو خمسة أو ستسة إلا إذا المتحور المقبل كان متحور كتير كبير يعني تغير جزء كبير من تركيبة الجينية هلأ زالت ضرورية تأخذ اللقاح متل ما كانت عليها بالسابق وأي أشخاص ضروري يخدوه للحفاظ على صحتهم هلأ أطعنا الفترة اللي كان في ضرورة أنه يروحوا يعملون فلأنه فعلاً المناعة الطبيعية صارت موجودة وينما كان ما عاد للأشخاص اللي فعلاً عندهم أمراض كتير 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 تقيلة هللي ممكن إذا صابوا أي شي أنه يكون معهم مضاعفات كتير خطيطة إذن المناعة الجماعية تغلبت على دور اللي كحاد بالحماية من هالفيروس ولكن بيبقى دوره مهم لبعض الأشخاص اللي بيحاجئ لهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر